نحن في شهر زلقادة وهو من الأشهر الحرم اللي هي زلقادة زلحجة المحرم ورجب نعم عايزين تكلمنا عن أنوار وأفضال هذه الأشهر وبالذات شهر زلقادة وإيه الأعمال المستحب أن نعملها في هذه الأشهر رب العالمين سبحانه وتعالى قال في القرآن إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم دي أول وصية من رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين كتير من السادة اللي بيسمعوا الآيات دي يقولك فلا تظلموا فيهن أنفسكم دي خاصة بالأربعة أشهر اللي حضرتك ذكرتها اللي هي شهر الله ذلقادة وشهر الله ذلحجة وشهر الله المحرم وشهر الرجب لا الآية هنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم جاية على الـ 12 شهر كلهم مش على الأربعة الحرم مش على الأربعة بس على الـ 12 كلهم لأن الظلم أصلا رب العالمين سبحانه وتعالى ما بيحبوش هو أنا أتقي الظلم في الأربعة تشهر دور والباقي عادي والباقي عادي الله ينور على حضرتك فدي جاية فين؟ في العموم طب ليه ما كانها كده بعد الأشهر والحرم بعد الأربعة إش ما نتيجي هنا؟ قالك دي علامة ودليل وإشارة لكل واحد فينا أن أنت منهي عن الظلم بصفة خاصة في الأشهر دي طب ليه؟ لأن الأشهر دي ربنا سبحانه وتعالى سمها الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال زي عندنا مكة البلد الحرام هل الذنب هناك زيه زي أي مكان؟ لا الله ينور على حضرتك خد العظم دي منين؟ من المكان نفسه المكان نفسه عظيم زي برضه أزواج النبي صلى الله عليه وعلى عليه وصحبه وسلم رب العالمين سبحانه وتعالى يقول في القرآن عنهن يا نساء النبي لستنك أحد من النساء أنتم مش زي أي حد دنتم زوجات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دنتم أمهات المؤمنين فالذنب عندكم يعني له وضع والحسنة لها وضع زي عندنا الأشهر والحرم برضه الأشهر والحرم بفضل الله عز وجل الزنب والعياذ بالله له وضع ويبتضاعف في الأشهر والحرم دي مشكلة والحسنة الجميلة الطيبة بتتضاعف برضه في الأشهر والحرم ويا سلام على حاجات عظيمة جدا 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 إحنا ممكن نعملها فلا تظلموا فيهن أنفسكم ده رب العالمين اللي نهينا عن الظلم فيها عارف أكبر نوع من أنواع الظلم في الأشهر دي إيه؟ إن أنا يعني أظلم العبات بس؟ وأظلم نفسي إزاي؟ إن أنا أظلم نفسي وما ادهاش كل الأشياء العظيمة اللي ممكن أديها لنفسي في الأشهر دي أو مامشي؟ لا لا سمح الله الله وأكبر بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب الله يخليك ما شاء الله حاجة جميلة جدا أظلم نفسي إزاي؟ إن أنا الأيام الجميلة دي والأشهر العظيمة دي تعدي مني كده هبقا منصورة لا لازم أن أستغلها وأقول لحضرتك حاجة كمان محفزة لنا والأستاذ المشاهدين إنهم يستغلوا شهر الله الحرام ذي القيعدة إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اختار له الشهر ده علشان يعمل فيه عمراته كلها كل العمرات سيدنا النبي شهر ذي القيعدة؟ كيف شهر ذي القيعدة؟ اللي كانت العمرة اللي تسبق حاجة الودع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم برضو كده آخر ذي القيعدة يبقى إزاً عمرات النبي كلها كده فين؟ ذي القيعدة مين اللي اختار له الشهر ده؟ رب العالمين تتطلم العظيم سبحانه وتعالى اختار الأيام العظيمة دي يبقى أنا إيه؟ فيها سر واختارها المين؟ للعظيم صلى الله عليه وسلم يبقى إزاً الأيام دي دي ربنا بيغششني هون أنا أعمل الأعمل الله ينور على حضرتك آه آه كل خير أيوة خش بقى بفضل الله عز وجل الباب يتفتح والباب ما افتوح طوال بفضل الله عز وجل بس بيزداد التساعم بقى في الأشهر الحرم دي عاوز كل واحد بفضل من ربنا عز وجل يعني في الأشهر الجميلة دي إنك تقابل أخوك في الأيام ده ببشاشة وجه بابتسامة تبسمك في وجه أخيك صدق بعمل صالح جميل ربنا سبحانه وتعالى يوفقك من خلاله إنك تكسب أكبر عدد ممكن من الحسنات في ناس جميلة جدا أليه مرتبطين في الشهر ده بسقي الماء أليه بيسق ميا وقول عني وعن والدي وعن والدتي الله هو أكبر إيه الجمال ده ولا يواحد بفضل الله عز وجل زي من الناس الطيبة الجميلة جدا واحد لقيته بفضل الله مصمم إنه يروح يشتري زير ويحطه شوية أولا حاجة جميلة جدا ويقول أنا هشرب الناس ميا نقية بفضل الله عز وجل يقول إيه التفكير الحلو ده بجد والله على قد استطاع لحي التاني يقولك إيه أنا هعمل وصلة ميا ومصممة إنها تأمل وصلة ميا لأهالينا الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا في شهر الله الحرام ذي القعدة وتقول لها عشقات الحبيبي صلى الله عليه وسلم يفرح وطالما ربنا اختر لحبيبي صلى الله عليه وسلم شهر ذي القعدة يبقى فيه نفح عظيم فيه سر وفيه نفحة بقى وإن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها فتعرضوا ده سيدنا اللي بيقول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة كم؟ نفحة واحدة واحدة بس فلا يشقى بعدها أبدا مش تشوف الشقاء ولا تشوف الحزن يا رب بعد كل ده أبدا بس انت تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وبخاصة بقى أنا بحب الصدقة جدا في الأشهر الحرم دي يا سلام يا أصدى نشوة لها وقع جميل جدا لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كمرتب بالدعاء في شهر زقاعدة طب أسرع الدعوات استجابة دعوة الأخي لأخيه بظهر الغيب يا سلام ما يكون إنسان نافع في المجتمع يا سلام ما يكون لك علامة مضيئة من خلال صدقة جميلة تسعب بها هلين الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا في الشهر الجميل ده وتستنى وتقول ده عشان حبيبي صلى الله عليه وسلم ده عشان الشهر ده شهر حرام وربنا سبحانه وتعالى بيضاعف فيه الحسنات فكل حسنة أنت بتعملها بتضاعف إلى أضعاف كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون رب العالمين سبحانه وتعالى هيبسط لك من الثواب والأجر والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم طب دي أبو أبو عظيمة جدا 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 شكرا جدا 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 جدا